والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً شاكد أول حاجة يعتني به الشاب المسلم العقيدة والتوحيد إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى شاب يكون زو العقيدة وزو التوحيد ما يتخذ عسايا الكلام ده قد يكون حار لكن لازم نقبل به حرارته حتى نجري بناء عليه إصلاحات فورية الشباب فقدين القدوة ومسألة القدوة الحمد لله الحل موجود في القرآن الحل ما عند الملاحظة الحلول ما عند الملاحظة الحلول في كتاب الله تبارك وتعالى لكن جئت لأله ما أشركت بالله شيء لا دعت لك فكي لا تابعت لك طريقة من الطرق الصوفية لا دقت لك نوبة لا علقت لك حجاب قال ثم لقيتني عندك زنوب قدر الوطن لقيتني لا تشرك بي شيئاً لا أتيتك بقرابها مغفر الله يغفر عليك كله ربنا ذكر 18 نبي ورسول عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنعام ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم يقتدي وكان ما عمل يوماته قال داري ناظرني وهرب ده كبرة شفتها كيف وده لو جاء بإذن الله والله كان زل زلة من أمه والدته ما شاف أنا زول مجرم وزول مستهبل وزول ملحد يا أخي قال قال نحنا كتلنا الله قال ودفنهوا بيد ديننا ديل قاش ده ما أزلوا ما يجيب بعد شوية واحد عامل فيها صرصنة يقول لك لا بل حكمة الحكمة مع ديل الدرج والجغل ما بي ما بي نظام معهم تاني ودهرين يضيعوا الشباب انتبوا يا شباب والله ديل مش من أضل ديل أضل خلق الله ما في أضل منهم ولا في ضل زيهم ذاته دهرين يضمروا شفا بلوم مدين نحنا بنا خليو لا بنفجر لا بنكتل نحنا بنفجر عقيد ما الباطل دي بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبدا ما بيقدر يقارع الحج بالحجة ومش انتهى ربتا أي ملحد أي ملحد لافف الأرض من الإسكيم محيط المتجمد بغادي إلى المتجمد التاني البغادي شمالا جنوبا شرقا غربا كله جيبوهم هنا دا لتناغش ونجغموا يطيروا من البلد يا ذول الدربة الفوتو دا دا فيه متاع الدنيا والآخرة أنا دا هلأ عارف أنه زيل بيختروا بالكفار لي والله يا جماعة يخل الإسلام دا فيه الراحة في الدنيا كذي خليه الآخر الآخر دي من الراحة ذاته اليوم البنرجع واللحظة البنرجع لالله الحال دا بنصلح العيش والخبز والدولار بنزل والأمور كلها بتزبط حاربنا الله وغشوك الملحدة ديل قال لك كل ما تبعد من الله حالتك بتتصلح أهدى بعدنا من الله إلا من رحم الله ونلحال الصلحة يوم زايدا بل كل ساعة زايدا يا ناس اتقوا الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله عز وجل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعده الآباء الكرام والإخوة الأفاضل نحسب ذلك والحضور جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومما نشكر الله تعالى عليه ونعم الله علينا لا نحصيها نعمة الإسلام ونعمة الاستقامة إذا وفق الله تعالى وكذلك وكذلك الإقبال الذي نراه من الناس خصوصاً في هذه الأيام نرى الكثيرين من الكبار والشباب والنساء مقبلين على هذه الدعوة وهذا مما يفرح به المؤمن وكذلك مما يخيف السائر إلى الله تعالى فإن الدنيا أيام والامتحانات فيها متعددة يبتل العبد بأشياء تقوده إلى الغفلة فيتداركه الله تعالى فيتداركه الله تعالى برحمته ويبتلى بأشياء تقوده إلى الغرور فينجي الله من يشاه من عباده ويهلك بسبب ذلك الكثيرون والنعم البعاين في القرآن بلغى الناس عند مواقف فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي إلى آخر الآيات فيناس جماعة الله اداهم نعم والناس ينغتروا والله الذي لا إلى غيره منهم قارون والجماعة اتعجبوا من الملك الأوفي أو المال وزول ما الشيوجاي والناس شايفين الخدم والحشم شايفين الأموال بتاعته فخرج على قوم في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم الآخر الآيات الزل فذلي شكر الله سبحانه وتعالى من آك في بداية الصبح طوال بعد الصبح البعضة من سورة القصص قال إنما أوتيته على علم شايفين النعمة لأنا في قال أنه أنا ظل فاهم طالما أنا ظل فاهم بقيد إن دي قروش أما الناس للطرورات ديل بيجاي وبيجاي ديل ما بعرف شغالين سفنجات شغالين عردي هنا لكن أنا بشتغل في تجارة كبيرة وموج عاتي إنما أتيته على علم بخلاف نبي بخلاف نبي الله سليمان عليه السلام فلما رآه مستقرا عنده العرش قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ومكفر فالله يبتلي الناس أنا شايف أخواننا الأيام ذي نسأل الله يوفقنا وإياهم والله يبتل أنا فرحان والله متكيف كون الشباب يتركوا الانحرافات يقبلوا على الدعوة جيد قاعدتا بجنب أنا مرات بقعد وراء أطلق المدرسة مرات بقعد وراء على المشاغبين لكن أستي قاعدتا وراء بجنب لقيت شباب وفي بعض الناس الكبار الله يزينوا الخير برضو عندهم تواضع يحضروا تكيفتا جدا دمتحان لو ما استغل يناو في الدعوة للتوحيد وتعليق العباد بالله تعالى والوضوح لأن السودان هذا جماعة يناس عليك اسمين يا ناس كذب بيوعدوا بيخلفوا وكذب يا ناس ما عندهم وضوح تقال البلد بلبلة شنو ما ناس كتار ما عندهم وضوح يمسك منبر يتكلم ساعة حقيقة ما بدك ولا حقيقة بس بسوقك كذي بس وأفتكر إنه في المرحلة القدامنا دي لابد تكون في خمسة محاور أنيطت بما قبلها ثم إننا لما تبرولنا ونعطفنا في هذا المنعطف الشائك وإن الاستكاكينية ثم ذهبت والتحديات قائمة ولا بد ساعة ما بتفهم بس بتكون بين تحديات وحقيقة ما في حقيقة خدعوا الناس بلاوي كثيرة ما في وضوح ما في دعوة الرسل وما على الرسول إلا البلاغ المبين ما بلاغ ساي الرسل ما بيجي بقوله كلامه بيمش بلاغ مبين واضح والناس بيابوه أفكل ما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم الرسل بيجي بحاجات بأشياء الناس ما دائرة والله أفكل ما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون بيجي بأشياء الناس ما دائرة إلا من رحم الله تعالى ولو اتبع الحق وأهواءهم الناس ما عندها هوى لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ونحن اخترنا العنوان دا الشاب المسلم وما قصدنا تحديد الكلام عن الشباب المجتمع دا ما شباب بس لكن لأنوا شايفين كثير من الشباب وقعوا في أحضان أهل الباطل وانجرفوا وجرون بالشهوات جرون بالخداع وبيقلنا التجارب الشباب وبقلة العلمية اللي عندهم خدعون وجرون كما يقال إلى الذبح والله الذي له إلى غيره وإلى الهلاك والموضوع ده باختصار نحن دارين الشاب يكون مستقيم صالح في نفسه مصلح لغيره دارين شباب رجال كان ما شفوا الواطدي يا عمر بن خطاب في البخاري ياخ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام هي يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره زول الشيطان بخليليه الدرب وفين هذا الس الله أعلم بيكون الشيطان من الصباح صاحب بصنقر جنبه ببيته وانتظره يمرق ذاته لأنه ما بخش على جوه وجوه ما مقصر الله أعلم يخش انتظره شوفوا وين وذاته الشيطان بيقعد وره يتفرج بس في الموضوع يستفيد خبراته والله والله أعلم وذلك الشباب دل أنا قرأت أنت في القرآن وفيما أعلم من السنة لقيت أن الشباب الله في القرآن لما انذكرهم جابهم بصفات الصفة الأولى الشاب وفي السنة كذلك الشاب والعلم أن يكون الشاب متعلما بعيدا عن الجهل قال الله تعالى في سورة طاها وقل رب زدني علما قال ابن كثير قال ابن عيين لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله اجتهد في طلب العلم تتعلم العقيدة تتعلم الأحكام تتعلم الشريعة تتعلم الشلب رضي الله سبحانه وتعالى في الدنيا تتعلم العلوم الدنيوية الطب الهندسة الصحيح يعني منها الاقتصاد التجارة الاعلام الاعلام الصحيح غير من الوسائل الدنيوية المفيدة والعلوم الدنيوية النافعة مقبل العلوم الشرعية اتنين الشباب في القرآن ذكروا مع العقيدة لأن العقيدة دائر الرجال شيلوها انا سنلقي عليك قولا ثقيلة والشباب في القرآن ذكروا مع التوحيد في سورة الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى شابي كون زو العقيدة وزو التوحيد ما يدخذ يعساه زولي يا أخي يسافر من هنا ولك ما شينو الله ما شقر صيدلا في الدولة الفلانية دولة بتاعت كفر يمشي يقرأ صيدلا كان كويس بيجع ايانه ذاته بيجي مش مؤشي يجي بلينا دوا وذاته بيجي في الليلته بيجي عيانه ذاته جسديا لأنه شايل لها امراض وبيجي الأعي الأخطر من كذي عيان زا صح التعبير زا صح التعبير ذهنيا وفكريا زا صح التعبير في محلات ما صحي فيها يجي نظر لك ولك لابس لي ريدة تلقاه مشا مين هنا بانطلون جانا بيريدة ملصوا وين ما عارفوا والله الذي لأي لغير وانطلون كان واسع جاب ريدة ساي الله أعلم شفتا كيف يجي والله البلد دي راجعين 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 وين وراء البحر الناس اللي هم واشيون الله يقول لك يا أخي عانا شكالون دي كيف واحد تلقى ساولة شعر في حنكو ويت البقجة الفوق دي شنو انت بتسرح ليه فوق وانا ليه تحت يعني فيه شنو بس أنا فيه أجر ويتم جاسي فساي ما في شي والله الذي لأي لغيره تلقاه ينظر في الناس ويعاهم مين أبهاته في البيت أهله الربوه يعاهم لهم كذي ناس تعد وشايف نفسه راغي فهموا كله يهو فيه راسه وفيه يده دي لابس لحاجة زي الغويشة ولابس له سلسل ما كشب ذاته زي الركشة هو ذاته ما كشب كذي ما زين وده فهموا في الحياة دار يخلط ودار كذا يا ذول الدربة الفت وده ده فيه متاع الدنيا والآخرة أنا داري عارف النازل بيختروا بالكفار له والله يا جماع ياخل الإسلام ده فيه الراحة في الدنيا كذي خليه الآخرة الآخرة دي ما الراحة ذاته لكن في الدنيا دي ده صاحب له واحد والإسلام باحله يزوج أربعة الساخير ياته ده بيأكل فيه خنزير والإسلام باحله يأكل لحم خرفان وعدتان وشياء مفيدة ويأكل فيه خنزيره ها سراغ ياته ده بيشرف فيه خمرة مرة وتخليه الشارع يبنش فيه سبعة تمانية وده بيجاي بيشرف في العصائر البارد ده ويأكل فيه الطيبات ومرتاح أخير ياته كذي براحك أخير ياته ده بيحكم بالمزاج بس مزاج بس إن جور بيجاي دخل ده سجن عشر سنة ويقول لك حكومنا ده مناسب يدخل واحد سجن مؤبد يعني ذا للأبد جوه وبإيجاي أحكام شرعية مرتبة وعادلة ويقول لك حرية سلام وعدالة ده العدالة ذات في الإسلام ياته ظلم في الإسلام السارق قالوا اقطعوا يده ليه اقطعوا يده ما شال حق الناس يتزعلان يعني عشان قطعوا يده ما بتزعل اللي يزول السرقودة ليه إلا يجوا يسيرقوا كتا ينشفوا ريق عشان تجي تقبل الشريعة ولك الزاني ده يجو لده وغافسد عراض الناس ليه ولك تعالخمر ده يجو لده ده مبسوق عربية بكسرة كتا زاته بيهز الناس وبخالف الشريعة مخالف وده الخلق وقال كذب فأنا ماذا رشتت يعني الكلام الشباب ارتبطوا بالعقيدة والعقيدة في البلد ده يماعة الآن تكاد تحارب بل محاربة إلا عند من رحم الله تعالى اخ مساجد تخش كتير من المساجد المؤذن بيقول أشهد أن لا إله إلا الله ده في العزان أشهد أن محمد رسول الله بكررة يقول حي على الصلاة تجي الصلاة تصلي أوش ما يشوف شكلك عليك السنة بصر لك وقال لك تعال أول ما تجي بصر لك واحد تخش تصلي بعد الصلاة سلام عليكم نقول السلام عن نزنك للإمام ده رحم النصيحة يبيد عزائي ما في استيزان لئده ذاته في بيوت أذين الله زمانة لزيم إن شاء الله ما أفتاني هاي كيف تكلم طوال المؤذن يقوم له ده القبل ده تتكلم في شنو والله ده تتكلم في لا إله إلا الله القبل إنت قدتها في الأزان لا الناس ده عارفين وإنت قدتها في الأزان ليه وكده عارفين التقبل قدتها ليه ما دعنا نذكرهم بالصلاة وإن دعنا نذكرهم بها الله برضو تزعلان ليه نقول لك يا مولانا يتكلموا في الوضو الوضو والطهارة الناس ده المسائل ده كلها عارفها مسائل العقيدة ده ده كلها موحدة والفي الجامعة ده الخشو من غير وضو يخيشين ساي ولا فيش نوزاته لا والله هم متوضيين لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما نذكرهم بالتوحيد يا أخ الآن كتب يا أخ ألفت في نشر الشرك قنوات شغالة يا أخ تنشر في الشرك إذا عاد زول جابوا في التلفزيون شفت المقطع صورة وصوت جابوا قالوا لي يا شيخ عبد الرحيم محمد أكي يا الله البرعي كذي أدينا يعني عندنا بعض الأسئلة جاوبنا عليها وكذي كذي أدينا شي من كرامات الأولية كلام زي ده جابوا صورة وصوت هس يخش اليوتيوب بتلقى كلامنا ولا داعي رزعل قال والله في شيخ من الشيوخ من كراماته إنه مرقته من البيت أي شي بصر يقع عليه بيبقى صالح طوالي يعني الولد لو مرق من بيت ولا قاك شافك بتبقى صالح طوالي بس نظرة قاموا فوتها له مشا قدام قال الشيخ ده مرقته من البيت اليوم داك ما لا قزل بس بصر وقع في كلب قال فصار الكلب وليا لله تعالى وصارت كلاب المنطقة تمشي خلفه الكلب قال بيقى ولي صالح والكلاب دراويش صوفية بتاعينا كلاب جارين بردو وراه والله وانا ما عليش كلامي شوية حار شوية وقالوا في واحد قريب هنا دي يعني قالوا خطر بردو احتمالي شاكلكنو كذي شان كذي الحمد لله كذبت الوصية وموريجا يهتا تماما وجاهي جاهز والله لأجابي دبابات يفتح أصل الله واحد دي بعد دان احنا سكتنا كتير الله دخل لك الكون براه رسل الرسل قال الناس تعبودني عاينا كذي القينا بيجايد ال بناد في فكيه بغادي ممشو شيخ بعلام الغيب بيجايد بالدجان يعني يشيلو بيجايد وبيجايد في العقيدة عاينا سكتنا لقينا السكات ده بجيب اللعن بجيب اللعن عديل لعين الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون قال الكلاب بيقد جاري وراء الكلب بتنفي البرع في الكرامة في التلفزيون قال أغمى أقوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم الله عنده أي شيء الناس تمشي تلجأ للمخلوقات وليفلان وعلام من الناس وينزلوا في الكتب بيبيعوها هذه في الدارة السودانية وبيعوها جمسوا جمع مسجدهم درمان وغيرها من المناطق كتب الآن منتشرة تروج إلى الشرك بالله تعالى وللأسف الناس زيل بيأكلوا في رزق الله ويشربوا في الماء الخلق الله ويتنفسوا في الهوى الخلق الله هسي جمرت بتحاوى بس كورونا خلنا الناس دي لنسوان يتنقب الرجالة كله ينغتن وشين شفتا كيف والناس بيقوا في البيوت ولك خير نجوع من تجينا كورونا دي قالوا دي بتكتم النفس الله ادهون النفس مجاني لا زي الكهرباء تمشي تنزله ما في كملة تقعد بجنبه مبنشرة من غير هوا لا الله ميديو النعم وبشكر في غيره دول بيقول كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وطفل كم أدى طفل كباشي ده يقول لكباشي بدي الجنب هذا في جاي كباشي مدفون هوا مات يعني هسي الناس ما في جنيات هوا مات هسي الناس البديون الجنب وقبل ما يلدوه البدي الجنب قال الله تعالى في القرآن وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَيَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ أَرْحَامِهِنَّ زول بيعتقد إنه غير الله بنجي في الشدائد ويلحنوه إنه بخطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيل جماعة عجيبون المدحى والصوت الجميل يقول لك يا سلام قصيدة عجيبة ونت عارف وقال شنو الزولة وقال لك كان جات مصيبة في البلد نادي إسماعيل وجات مصيبة استهادت جاز صف والبانزين دان إحنا حدنا مو قاعدين نمشي قدام والله دي هادي ها إسماعيل وينس قال والله إسماعيل في الوبيض قبته الفين وسبعتاشر وقعت الرب فيه هو راقب تحت تخيل زور راقب القبّر تل 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 وقعت فيه ما قدر يسبتها ده إنجيك ده إسماعيل الغفير بتاعه ناس جريد تدبار الفين وخمستاشر قالوا الغفير ضباحوه والضابح ذاته ما معروف منه ضباحوه الغفير الحارس القبّة ضباحوه والشيخ راقب جوه ما لحق غفيره جنب الباب دي الحقنا نحن في الخرطوم دي الحق شنو قال تعالى أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون دي صفات الله بشيلوها جماعة الله بنجي في الشدايد بيقولوا الشيخ بنجي في الشدايد الله بيعلم الغيب يقولوا قوماك نزاور الأولي الأقطاب ليهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن أظاهر دا هو موضوعنا شاب كونزو التوحيد لأنه زمان قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم والله سمعنا بإجااء شاب كذي بذكر في الآلهة بتاعتنا يقال له إبراهيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون شو الوضوح دا كيف قال له أنا يا ناس أنا قد ترى كلامي ذا ابتعبوه إني آمنت بربكم وما داسيو فاسمعون عديل قال لك الشيخ بألم الغب دا دا كتاب ديوار رياض الجنة ونور الدجون بتاع البرع ذاته وما البرع براو صوفية دي دا عقيدتهم شاكذي الغنماية راحت أمشوا للشيخ يحوطه وابتع القادرية في الشيقالاب السنة الفاتت السنة القبلية قبل الانقلابات دي دا الأكسن بتاعته اتسرقت دا شيخة الطريقة القادرية في الشيقالاب جاباه في الجريدة كانت بهم فقدان عربة بين غسين سيارة فقدان عربة الشيخة الطريقة القادرية وعربيت تراحت ما لقاه دا الفاكي ذاته بيجيب الغنماية السياقير العربية ولا الغنماية عربية دي فيه أجهاز مراغبة وممكن تركبه ما لما فيها بعد فترة الله أعلم لقواه كيف وغنماية يجيب ليك يحوطه ليك ويجيب الرايحة دهبات راحا همشوا للشيخ يجيبها دي عقيدتهم كلهم ديك الختمية به جنبه دا قال أنا الجليس على العرش المحيطي كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي دا كذي دي مش الحلفاية أسي دي مش محلنا الحلفاية وعي اسم محمد ضيف الله ما تزعل كتب كتاب قال كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي تفنى ويبقى كتابها فإن عملت خيرا ستجزى بمثله وإن عملت شرا علي حسابها الكتاب دا طبقاته الضيف الله صفحة 116 قال قال الشيخ دريس طبقاته الأولياء على ثلاثة أقسام دي عقايد في البلد دي صغرى ووسطى وكبرى قال ثم ثلاثة قال الأولياء قال ثلاثة طبق صغرى صغار زاي واحدة ووسطى محسنة شوية وكبرى دي لدرجاولة قال نجر زاي قال فالصغرى أن يطيروا في الهواء أحسنكم ورحمة الله وبركاته نواصل وقد وقفنا عند قوله عند قول هذا الرجل محمد والضيف الله في كتابه الطبقات في صفحة 116 قال قال الشيخ دريس طبقات الأولياء على ثلاثة أقسام صغرى ووسطى وكبرى قال فالصغرى أن يطيروا في الهواء الأولياء أصغر درجة فيهم قال بطيروا في الهواء وأن يمشوا على وجه الماء ومي في البحر أدارين سفينة لا مركب لا بانطون يمشوا ساي في البحر في النص وأن ينطقوا بالمغيبات الأشياء الغيبية تجد الواحد منهم تجد الواحد منهم ينطق بها قالوا الوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية بحيث يقول للشيء كن فيكون وهذا مقام دفع الله ولدي دفع الله ولد قال دوس المقام الوسطى المقام الوسطى من درجات الأولياء يقول للشيء كن فيكون قالوا الكبرى وهي درجة القطبانية تبقى قطب وقال الشيخ بلل اسمه بلل ركز معاي كويس وقال الشيخ بلل ولد الطالب قال شنو أرجع ليه صباحة مية وستاشر طبع آخر طبع أنا لقتني الفين ويطناشر قبل تمانية سنوات بالتاريخ الميلاد تاريخ ذاته جايد سايز زي ما قال الشيخ الفوزان وقال باللغة العربية لكن قال وقال الشيخ بلل الشيب ولد الطالب قال شنو قال اسم بويد فع الله والله مكتوبك والله مكتوبك قال اسم بويد فع الله هو اسم الله الأعظم وكان إذا أراد أن يكتب كتابا كتب فيه جميعه في الكتاب كله يعني لما نكتب إذا أراد أن يكتب حجابا كذي مكتوبة لو ذا نكتب له يعني حجاب من الأحجبة تميم من التمايم كتب فيه جميعه دفع الله كذي مكتوبة واسل الكتاب لو عندك أنا بورك لها صفحة مية وستاشر فوق مدايات الصفحة السطر الثاني والثالث والرابع والخامس وذات حد كل مكتوبك قال الصغرى أن يطيروا في الهواء الشيخ بطير شاكيب يقول لك الشيخ ما لما بسلم عن الناس يقولوا دي لها للخطوة خطوة كيف؟ ولا خطوة هنا وخطوة في مكة وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكتي وكسره لكن ومنوع بمكة لكن ويوجد ضرورة الشعرية وكلام بيجيبوا لك هنا لكن في النهاية وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكتي خطوة هنا وخطوة في مكة ولك دي لها للخطوة كذي بساي والرسول عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة ماشي في طلطاير يوم دا الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر معه أبو بكر عفوا ومعه رجل آخر عبد الله دا تجدوا ليه أخ دي مش له من هنا لي مكة خطوة واحدة دا كان جكة بيصل وين دا في ذا خطوة من هنا لي مكة دا كانت دا جكة كذي واللجاو حرامي دا فوت الحرام ذاته والله الذي لا إلى غيره بلعبوا بالناس وبعقول الناس قالوا وينطقوا بالمغيبات أشياء غيبية يا جماعة نحن والله الكلام بنقوله ونحن ذاته متضايقين منه يعني بنجيب كلام الناس ذلك ونحن متضايقين منه ما داير انه لكن نشروه بين الناس لو الزول غلط براه بمشوله براه وفي محله لكن ما ممكن تتنشر كتاب بين الناس وجهي ان تقدوك تقول لا ما تجيبوا سيرة الناس أدونا بس آية وحديث والله نزل صورة كاملة يسمى صورة الناس مع المشاكل كلها في البشر ما في خروف على وجه الأرض مشرك ما في بقرة متبرج على وجه الأرض والله ما في فر عقب والدي ما في ضب علماني شد الناس كلهم يعني المخلوقات دي كلها بتسبح الله سبحانه وتعالى لكن اللخبة كلها يهو في بكرعين دا شفت بشر دا بكرعين دا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يهو التنظير فيه بنظره يا إينا دي ليه زول زيه ويعتقد ليه في زول زيه قالك وينطقه بالمغيبات حسب الراحة كذي زول بيعلم الغيب لو في زول بيعلم الغيب أولى ديل ولا الأنبياء والرسل ليه إبراهيم عليه السلام ضبح ليه عجل وجاب ليه عجل ليه ملائكة قدموا ليهن ما كان عارفون ديل ملائكة ما بيأكلوا ولا بيشربوا كان عارفون ليه مشى فراغا إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربوا إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة ليه موسى عليه السلام ثلاثة مسائل بيسأل فيه الخضر عليه السلام بيقول لا تأخذني بما نسيت أقبل هناك بيقول له وكيف تصبر ده الخضر بيقول ليه موسى عليه السلام وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ليه يا جماعة طيرة طيرة الهدهد طيرة بتجل سليمان عليه السلام وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال الهدهد قال ليه سليمان عليه السلام أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبئي يقين قال لا أحط بما لم تحط به تموشها سليمان نبي وذول تمام والله سخر لك الجن والإنس والطير أنا عندي معلومة ادت ما عندك لو في ذو بعلم الغيب ما كان قال ليه يا ذول أنا مش ولي أنا نبي عديل أنا عارفك مشيت وين قال لي أحط بما لم تحط به هناك في نفس السورة ذات في سورة النمل سليمان عليه السلام في الصفحة البعادة قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين قال لا أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبئي يقين نبأ يعني خبر عندي خبر تماما عندك وانا متيقم منه وزعلان طير زعلانة بشر ما دار ركزه طير عديل هدهد ما طير زعلان من شنو قال زعلان من اتنين قال والله اللي قتليه بشر لابسين عمم بيش نبات الله يزعلوني قال ده الهدود بتكلم مع سليمان عليه السلام قال له إني وجدت امرأة تملكهم نمر واحد زعلني ناس رجال الحاكم بتاعهم مره يعني زعلان الموضوع ده زعلان عديل قال مره حاكم الرجال كان ولدت أربعين يوم الدولة بتكون في خطر كل شهر سبع يوم الدولة بتكون في غيبوبة مشاكل كان في مفاوضات بين الدول في يعني اجتماعات مغلغة الدولة دي بتكون في غيبوبة بلاوي كثير ما بتتقال ذاته إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ده واحد زعلني اتنين اتخيل ده تقرير بيرفع طائر طيرة الهدهد نمر اتنين الزعل قال له وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله الطيرة قالت أنا زعلانا ما حقوله بشر اتركوا الله ويسجدوا للشمس احاو وبالليل الناس اللي بيعبدوا منه احاو الشمس دي بتختفي احاو بالليل بيعبدوا منه وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله طير بتغير لي الله ودي الناس ايزعلوا تتكلم في زول شاء الحق الله سبحانه وتعال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم طوال سليمان عليه السلام حرك الملك في حماية الدين والله قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم انظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ شو المرة دي قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملو وأفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون دي المرة دي لك أعملين فيها كما الرجال قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد بعد والأمر إليك والله شوف عليك الله دي قالوا نحن ألو قوة دي لك يا أنا وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية شو المرة دي دي لك أمرا وإني مرسلة إليهم بهدية ما بتنجح المرة يا أخي ما بتنفع تبقيها قاضي بيجي زون مفتح شغل الخدرة دي بيجي قضيتك بتروح زي إنت بتجي جايب محامي والمادة 18 ده بيجي بوردة بس بيكسب القضية كيف مرة توليها عليه رجال موضوع طويل جدا وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون كلام زعل فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال دي لما أطلوا الله بمال ولا أطلوا الله بدنيا دي لنصروا الدين فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون وحمى الدين نصر التوحيد والعقيدة إلى آخر الآيات من سورة النمل ولذلك يا جماعة ما أفزل بإعلم الغيب إذا سليمان عليه السلام هدهد بيقول لك وذاك موسى عليه السلام وذاك إبراهيم عليه السلام والرسل كلهم في سورة المائدة قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم يا رسل إنت بعد مدت هل حصل وراكم شنو دي رد على الناس اللي بيعتقدوا في الأموات الشيخ ده والله فيه قبره عارفني بعمل في شنو كأسي كانت كلمت فيه بيسمعني تلقي رجف هنا دي هو والشيخ في المغابر وتجي ركشة يعني الشيخ لو حي في ديوانا بغادي ما بيسمعه في المغابر تلقي رجف منه هنا حقيت حقايت في السودان ده والله أنا قال إبليز ده لو شرب جبن بين جنزبيل شفتها ذاته ما بيصل الله أعلم وفات لكن يعني بتحير ذاته شغل ذاته عجيب ذو لي أخي اعتقد عقيدة زي دي قال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا دي للرسل وراءنا حصل شنونا ما عارفين لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يتقول لي أخ شيخ يعلم غيب قل لا يعلم من في السماوات وهو عاد تقول دي آيات في الأصنام لأنه من في اللغة العربية للعاقل ديك ما ما اللي غير العاقل دي للعاقلين عديل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون وكامولانا بيعلم بإذن الله الله اداليه الله قال ما بديه رأيك شنو قل ليه ينبس قال في سورة أهل عمران قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب واضح قال لك دي ما بديك لها وما كان الله ليطلعكم على الغيب شاكيذي لما واحد من العلماء تنقل عن الشيغة الألباني وعن غيره من المعاصرين بنقولوا عن الشيغة الألباني لما واحد جاء وقال لي دار ناظرك في علم الغيب أنا بأعلم الغيب قال ليه تبتعلم الغيب آي زيار تناظرني أنا آي عندي لك سؤال واحد قال ليه تفضل سؤالك شنو قال ليه تتعارفوا سؤالي ولا ما عارفوا قال ليه قول سؤالك ما عارفوا قالوا يتو ما عارف سؤالي تتعلم الغيب كيف دي من أول دقيقة جاب ده اسمه قون في الأشواطة الإضافية والله طوال إذا صح التعب انتهى منه مرة واحد ما أفضل بأعلم غيب أجماع نازل بيخدشوا الناس ساي والله دقوا فيهم مقالب ساي أخي فكي ما عارف أي شيء يا عندنا في شرق النيل والله واحد يمكن أسي قاعد في المحاضرة دي أخونا اسمه أبو لغمان قال ليه مشهد زمان قال ليه مش كنا شفع مشهد قال ليه عندنا دجال بنا مش ليه بقول لنا بعلم الغيب وقال ليه بيقول لك غمد بعرف نيتك شنو ويقول لك الحاجة دارت ناويتها دي دارتها مش فيها لو فيها خير أمش فيها ولو فيها شر بيوريك بيقول لك ماتا مش فيها ده ادعاء وكذي شو قول علم غيب قال ما شهد ليه وقال في واحد جاو وقال الشيخ عنده بيته كبرت ماتزوجت ودائرة بس يزوجه بأي طريقة قال دا جا قاعد قدام الشيخ قال لي غمد غمد مسافة كذي قال له موضوعك دا ما فيه خير ماتا مش في قدام كذا الشيخ قول كلام غير دا قال لي لا 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 موضوعك دا ما تمش فيه والله دا ما فيه خير الله قال له شيخانا كنت ناوى ازوج بيتك لكن وكي تصل ما فيه خير خلينا تعال قال لي هما عنده اسمين هتا نويت بيب خيته ولا بيكالتوم دا رجا سفا معا في أي طريقة بس بيلعبوا بيعقول الناس سازول ولكا ستة الودع أرمي الودع ما لي كشكشي شوفيه لي كان فيه شي قوليه لي ما تختشي يا عارفة شي ستة الودع ويتا عذابي بتاديك تيمان ولكا بيجوك تيمان ولما انتموت بتموت والدبر عذابي بس هدي حلوة كيف سي بيلعبوا بيعقول الناس يا ناس والله الذي لا يلا غيره الغيب دا زمان عليك الله قرأ القرآن دا ابس اقرأ صفحة ستة بس سورة البقرة وعلم آدم الأسماء كلها قال ابن كثير أي أسماء الأشياء دا جبل دا شجر دا بحر دا نهر دا وادي دا كذي الاخيره وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة مجعل الأولياء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين سؤال موجه للملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون تايد قول لي أنطقوا بالمغيبات بغشوك بتكمل قروشك زي والله أنت مش لي دجال فقدت أي شيء لأنك صادمت القرآن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ما مؤمن بالقرآن القرآن دا قال لك في غيب والغيب دا ما بيعلم إلا الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو واضح لا نافية إلا استفنى ونافي بعد الاستفنى دا حصر وقصر واختصاص في اللغة العربية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو براو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين دا الله بس قال الله خاطب البشر في سورة النجم قال أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى شو الكلام دا واضح كيف أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخر الآية يا غيال الله سبحانه وتعالى قال في سورة هود ذكر قصص الأنبياء مجموعة منهم ذكر قصة نوح عليه السلام ذكر قصة هود عليه السلام ذكر قصة صالح عليه السلام ذكر إبراهيم عليه السلام في سورة هود لما ذكر قصة نوح عليه السلام في البدايات وجهتم القصة وذكر الغرق وذكر وذكر قال للنبي عليه السلام ده الله سبحانه وتعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين الله سبحانه وتعالى قال في سورة يونس قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك تاني ذلك يعلم الغيب دي صف له قال تعالى في سورة النحل ولله لا لغيره ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب وقال تعالى عن نفسي في سورة الرعد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال دا الله سبحانه وتعالى يا أخي تقول لي بيعلم غيب فكيف الآن وغش فيك وغيره دي نقطة لياك الشباب يا جماعة لا بد يهتموا بأمر العقيدة الآن نحن قاعدين نسافر في البلد دي مشينا القضارف مشينا كسلة مشينا بورسودان مشينا كذي كردفان الأبيض الفولة أبو زبد إلى أبي زبد مشينا بغادي للدمازين والله يا جماعة مساجد تلقى مساجد عتيقة أكبر مساجد تلقى في الأسواق ومرات في الحلال وفي المدن تلقاه المسجد العتيق تمرق الباب بره تلقى واحد فارش له فرشة خاتل حجبات ببيع فيه بره دا كان باع غنابل والغام كان فتحوا في بلاغ بدريه ولك بتقوم بينا يا زول قوم بيكم وين تودينا لآخر ودبئ حجبات ديبتا قوم بيك بتوديك جهنم عديل أخير يا توس حجبات عديل من علق تميمة فقد أشرك في مسن دي الميام أحمد وفي السيسلة الصحيحة من رواية عقب بن عامر رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من رواية ابن مسعود رضي الله عنه إن الرقى والتمائم والتولة شرك وقال في حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه من تعلق شيئا وكل إليه بيوكلوك له تمشي تسوي لك حجاب تعتقد فيو بيوكلوك له ما يغشوك ولك من القرآن من القرآن ابن مزعود قال حرام شرك من القرآن عبد الله بن عكيم قال حرام شرك من القرآن حذيفة بن اليمن عبد الله بن عباس للصحابة عقبة بن عامر كلهم قالوا الأسود إبراهيم النخعي عكرمة التابعون قالوا دشري كلهم من القرآن قالوا حرام ليه من علق تميمة تميمة نكرة في سياق الشرط تفيد العموم من القرآن من غير القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل على القرآن مش نزل على القرآن هل لبسوا حجبات ولا لبس الدرع سوى السبب بتاع الدنيا لبس الدرع ومات ودرعه مرهونة ده النبي عليه الصلاة والسلام عنده درع صحابة عندهم دروع ما لبسوا حجبات ويغشوك زي هجاب تلقاه بيه تلتمية والمصعف كله بيه مية إذا صح التعبير يعني بيه بيه مية وده بيه تلتمية تقول له ده من شنو يقول لك فيه آيات وده المصعف كله اللي يبتبعوه أقلة لا والله يقول لك ما هي الآيات دي يعني مفعولة خطير وهي ما في بيجاي برضو فيه بيجاي ما بيجاي برضو فيه ها المصعف ده بجوز أربطه هنا بيليستيكة كيف أربطه في يديه لا لا بتملع رق هاو ده بتملع شنو يعني جوزيند ما نبزد شي لا يقول لك ده ما لفينه بيجيليد لفيته ليه حافظينه ويتو حافظينه احفظكم كيف برراحة كيه والله أخش بيه الحمام يقول لك لا معاذ الله والحمام بيت منه تقال الحمام ده بيت منه ده بيت المعلمين ذاته جوه قاعدين أنت بتخش سايته يقول لك الله بيحفظنا الحمد لله وقال لا حفظك بجوه ما بيحفظك بره واحد يميته وقال حاج يوسف قال واحد راكب حماره ماشي الخلق قال لا قابتح حجبات قال له اكتب لك حجاب ماشي الخلق التموش قال لا اكتب لك حجاب عقرب ما بتطقك الحجاب ده قال لا اخو يا الله انا من حماري ده ما نازل كان في عقارب بداويس الحمار ده تحت بقرعه اكتب الحجاب للحمار ده قال لا الحمار بيحفظه الله طيب قال له ولقد كرمنا بني آدم يا اخ ويحفظ الحمار ما بيحفظنانا وقال جوه بطنم والله حفظه جوه بطنم ما قديت تقاعد لك في موية هز يت شاب لو خشيت جوه بحر غتستب تموت ثلاثة دقائق بتموت وجوه قاعد في موية ما موت له ما غريقت له ما لقينا طفل شيرب كاسين جوه ليه ما بغرقوا الجماعة ديل جوه وقاعد تلقاه جوه تزع شهور قاعد جوه بطن لا عندهم كيف بجنبه لا بيرسلوا لا اندومي بجوه ما بيشي إلا الله رازقه بس هذا الله حافظه ما بيحفظه بره يا جماعة وجوه حافظه يا اخي خواجات كفار ذاته تلقاه خواجه يجيبه في التلفزيون اكبر زول يقول لك في العالم تلقاه ذاته خشمه ده ولا سن ما فقاعد حسايك دي ذاته إلا يأكل على ولا كوم اللي حاجة المهم ما بيشي وتلقاه عجوز يا عاما قدت عمرك كم والله مئة وعشرين ولا مئة وثلاثين ودك داقة كذي كذي أرفع يدك في كم حجاب ولك وحجاب ده شنو ذاته ده الحفظه السنين دي كله منه حادث مرق منه كورونا مرق منه ما عارف أي شيء مرق منه ده مرق منه وده كافر الله مرقه انت مرقك مسلم يا أخ تلاقي الله يا أخ ماسك لك عقيدة يا أخ زول تلقاه يا أخ اللور يلف بهيد واحد زول عاتي تلقاه خاتي لحاجة كذي زي الطبلة الصغيرة خاتي آيه يقولك ده نحن لو لابسنه شي ما بجينا شي ما بجيك قال تعالى فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين قال جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو كلام واضح قال سبحانه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ونحن والله إذا عقيدتنا لو ركبنا الطيارة نملم ونعلق خليه جاب الله بس يفتاه يحفظنا في الجو في البر في البحر براو سبحانه وتعالى لأنه اللي بيحفظي أخ ونبي أخش جوا بطن حود في زول بيخد جوا بطن حود تاني بفكر إمرك شو الأنبي يدي العقيدات يخذ ذاته قلوب ملانة إيمان توصيفة كيف ذاته زول جوا بطن حود يعني دعا الله في محل ما دعاو فيه بشر أبدا جوا بطن حود والحود بيلعو خشبه جوا القاع طبقات ظلمات موية بطن الحود مضلمة السحاب السماء بالليل كله وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات شوف ديل بنادوا منه وشوف ناسنا بنادوا منه فيقول لك نادي أبو العباس بناديه سيدي ساكن فاس بناديه أبو العباس وين مات أيها بتنادي في ميت وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموت إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ما بصدقوا القرآن بقروا بيتجويد والله تقول يقروا كذي كأنه يعني بقروا غضا طريا وإي يمسك بالإدغام بيجيب لك شفتها لكن ما بيشتغل به تقرأوا بقرأ في الآيات ومخالفة تماما وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وما تزعلوا يا جماعة الناس ما تزعل لأن إحنا ذكرنا المتصوفة وذكرنا الناس زيل واتكلمنا فيهم أهو عك تزعل روالله ما عندنا مشكلة شخصية مع أزول أبدا نحنا أسماءنا دي أسماء أصوفية فقال إحمد البذو ده صحابي ما في صحابي يسمع ببذو ما البذو ده في مصر هناك مدفون سيرته أنا لقيت واحد يتكلم فيه في التلفزيون قال ما عرف له خير إلا أنه دخل مرتين المسجد فبال فيه دي كرامته بس ما بعرف لأي خير والله الذي بس قال ثلاثة مليون بشر ما عرف ثلاثة مليون بشر يمشوا ليه هناك ما سكين فيه ميت وخلوا الحياة المبمود والله الذي لا إلى غيره ترك الله العظيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار هسي تممكن توزينة تكون معلم في الدنيا دي توزينة تجي معاك بكرة توزينة تجلي بعد بكرة تجلي دكتور تلقى ماهر افشل فيه عملية بسيطة مهندس تلقى خطير عمارة عشرين طابق يجيبه تمام الدورة كوبة ارمية مكانيك تلقى المكانة دي فرتيكة كذي بس لستك سير يفصل سيلك يغلبه مرة واحد لكن الله ما فشي بغلبه ولا فحاجة بتتفتل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات يعني ملائكة الله خلق لك ملائكة خلق ملائكة بيعبدوه والملائكة دي بيجو جنب الإنسان ما جايب خبر الملائكة دي الله بيحفظ بهنا الإنسان فيه مخلوقات تماشا شغال ضدك في شياطين وفيه وغيره له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير الله حابصة الناس هزول تلقى عمره خمسة وعشرين سنة كهو أقع من عنقرب تلقى بكرة الصباح نخرت كبيرة ما لك يقول لك والله وقعتها مولانا الله يخطى ليه وقعه في البلاد وتلقى شافع عمره شهرين يقعد دردك في السرير سرير دبل الرب يقع ياخد لبك يا وصح ما فيشي ورأسه لو هبشته كذب تقده ما فيشي جاوه وده مع حفظه منه ده الطفل ده حفظه منه يبزه الله يا أخو بعلمه الله برضع في محل معينة للدوكة تلوج الشافع ده بتفهم معاك يا فسي عين ليه برضع عارف محل الله علمه اسكت متين ابك متين يعيش كيف ده كل ما بتقدر تتفهم معاك الله هذا خالقه وحافظه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وكان ما بركنا في الواطة دي قعدنا حاسبنا نفسنا ورجعنا والله ما من ارتاح والله يجد أثنانا قعدين في شرق النيل هناك الله يصلح الحال هناك بلد كذي تاميش شغل ذاته عجيب الله يحفظهن أجمعين إلا وحدين كذلك المهم شفتها هناك جمعنا النيل وعطشانين موية كتيرة لما انكسرت سوت فيضان كسرت بيوت جمعها بجاي عطشانين هسي دي فالسرواه كيف كيب الراحة دي فالسرواه كيف زراعة عن الله قايمة كيف عانسي دي زراعة هذي دي لقوا وما منه الله سبحانه وتعالى الناس جاء عانين السنصة المحاضرة هذا الله أعلم بنوه مساي من غير عشا لأنه بدأخروا ويمشوا هناك بلقوا نساوين مرات بيشتغلوا طوابير قل لمحة الكتة أمشي دعشة بس الشعب دا كتار مهروشين سواء كانوا من المتحدثين والمستمعين لأنه أكون واضح معاك موضوع طويل جدا ولذلك أنا ما ذهر شتت الكلام الله ذا يما عنده يشي نازي تلجأ لي الله توكل علي الله ما يفجي بزعي لي حس أنا من زمان والله من 2009 بقول للنازل في جامعة مدرمان بقول لوني يا جماعة نحن لو قلنا للناس خلوا المكاشفي خلوا الكباشي ولا أنا بز خلوا صايم ديما خلوا وضيف الله خلوا البكري خلوا التوم واتبنقة خلوا التورعفين خلوا واتبدر خلوا الجماعة ديل الشيوخ ديل خلون ونادوا شيوخنا نحن كان الناس دي تزعل صح ولا ما صح ولك شيوخك أحسن من شيوخنا بجم لكن إتا البحيرك تقول لي خلي شيوخك وخلي شيوخنا وكلنا ندعلك بي الله بيزعل منك ولك ناص الله واحد ديل ما بينفعه معنا وقلت الله كم أصلي قبل أيامنا غشت واحد في الركشة ركبته معاه قلت له الله كم قال واحد في الشدايد بتنادي منه قال يا الجيلي قلت له الجيلي برا بتنادي ولا بتنادي الله قال الله والجيلي قلت له الله كم قال لي واحد والجيلي بتناديه يا الله يا الجيلي كم مش اتنين قال لي واحد شوف ركب الرازنا قلت له دول الله والجيلي كيف واحد أفا من يخلق كمن لا يخلق داخل ما أقوله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم قال لي اتو والله اتو قلت له زولنا ولا بنبز لك براحة كذب العقل اتو شوخون ديل ماسكين فيهم براحة ولا تزعل كذب الجيلي جات مويا في بطنه ما رقى ليه اسبانيا الاندلس عشان يعالجوه وجراجع ومات هاتي حي ولا ميت بتاع طابت مات وجابوا عصيدة في التلفزيون عصيدة جايبيننا بصورين الكاميرا جايبيننا مع الدقيق والبخار والمهيوب واللخفة قالوا هذه العصيدة من كراماتها ومن كرامات شيخنا أنها شفاء من كل دا عصيدة حامضة هي زاي قالوا دي شفاء من كل دا وشيخ لما مرض ماكل العصيدة والدولة اسبانيا وجابوا مات اسي دي بالراحة ما وقفة كذا كيف نمر اتنين البرع دا بالراحة ولا زحل ولا نبز ولا قلنا في جنة ولا نار دا در بالضلال نحنا منوريك لكن انت براك عشان ما تعتقد فيه زول البرع دا وشيوخه لما نمرضوا بيمشوا وين بيشربوا المحايات بتاعاتهم دي لا بيتبخروا بيبخراتهم لا بيمشوا وين البرع بيمشي المستشفى ومات فيه ساهرون تقالوا مات وين مستشفى ساهرون ليه ماشى المستشفى كان هو مختنع بمحايته دي انت تجيه مسكين ابوي الشيخ والله اندي وجع بطن اقعد هنا املاك بوزاق يبزغ فيك كان في باقي سفة تجيك في راسك كان في باقي حاجة تجيك علي مربو شطة في عينك تجيك قاعد اتا املاك بوزاق المبروك كان لقاك كمان اغبش بيكشحك سريع فاتحة وفاتحة طوالة شفتا كيف ومرطب ده ترى وبيكشحها لك كبيرة بتشوف الجلابية طولة كله شفتا دا هو هنا دي ولا من امرض ما بيشرب محايته دي ولا ببزغ فيه نفسه يمشي يدو حقنة احرى الحقنة ولا المحاية مكاني قرطع محايته دي ويديك التبخرة زول راجل مع شبابون نظرين الشاب ده يكون نجيط ما ممكن تزول شاب تهز وترز تجي في السوق فدوة في البيت زول هنا تجي تمشي تبرك لك لأ زول يمدلك يده هاك هزول ابو بيجيو كافية حاج ولا بقول لي يا ابا كافية حاج كيف اصبحت الحمد لله اولا دي عندي مرسال يا حاج الوضع بيقى صعب مرأسلك ده خفيفة ده لأبو والله لما نمشي للشيخ بعمته في شباب بلبسوا عيما بعمته والنعلات مين يجي خاش على الشيخ بعيد النعلات بيدعه هناك والعمة بقلعه والطاقية بيدعه ماذا ربو ذاته خاش على الشيخ ولا داري استحمز ايه دون بيجدعه ويجي خاشي له ابرك والشيخ ما بسلم كدي كدي شو الناس ده المقلوبين في السلام ذاته قال بنا ما بسلم عليك كدي لأك الشيخ بسلم كدي كدي تبوسه لو مد لك يده عضيه في أصبعه الكبير على حسابي أنا عضيه طوالي ولا دون سلم ايه الرسول بيسلم بيده صلى الله عليه وسلم يبوسوك ليه شغل كله بتاع يا عني ناس يا أخي الخنجر ده بدرس في جامعته مدرمات الإسلامية زول دكتور دكتور وبدرس كلي تطيب هاشا كاي في عمليات كتيرة فاشلة لأنه شغل جايطة زول بيتمش له عندك نزلة بتجي عندك يا رغان لقطوك ايه بنا ما عارف شغل هذا تاخر يعني تاكل في النهاية تاكل لا حاجة كويسة بس والله زول بدرس دكتور في جامعة النزار الإسلامية جايبينه في المولد صورة وصوت فيديو هسي عليك الله خشي اليوتيوب اكتب كلامي ده قال عندنا في السودان الشيوخ بدوا المطر والمطر بحسب الطلب مطر زاته زي التليج بالطلب قال عجبك عجبك ما عجبك مش افتح بلاغ في الشرطة قال يكون في أرضين بينات سرابة ولا تقند فيهطل المطر منها هنا ولا يهطل منها هنا السبب ديال دفعوا البياض قال المطر المطر ذاته طلعاب القروش المطر يا جماعة وأنزلنا من السماء ماء طهورا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشة والسماء بناء وأنزل وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون سورة الواقعة الله قال فيها سبحانه وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون ما يقول لك دي آيات للأصنام في صنم بيشرب موية دي آيات للبشر عديل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون في وضوح أكثر من كذي قال المطر بحسب الطلب تدفع بياض بس شغالين للقروش مطر بيبيعوه ما عارفوا زاته ببيعوه متلج ولا ببيعوه ما هي ساي وخواجات بيجيهم مطر خواجات هذا ما تقول كذبنا كوني على الناس المطر ذات مرة ومن على المطر عندها أسباب فذهب الناس يبحثوا نحن في السودان مرات بينفشي للغشايخ بندفع القروش بيقولوا يا سي بتنزيل الأمطار والمطر ذاته مرات بينطوعه على حسب الطلب عجبك عجبك ما عجبك أمشي بتعليق بلاخ في الشرطة في ناس بيقدر مطر على حسب الطلب في ناس بيقدر مطر على حسب الطلب عارفوا يكسين قال بيقروا ياسين بيجيهم المطر وبعد شوية وذي داري جاسفها بيا ياسين وما صاح زاته بصورة ياسين ما بيقروا له مطر كلام ساي جاسفه داري جاسفها بعد شوية وقع في أدها والأمر قال بيا حسب الطلب تدفع قروش وبياض قال واسي لو سمعته باقي المقطع ده بعدين شيله من أخينا ده لو سمعته للنهاية قال لك أريض بيجاي وأريض بيجاي ده اللي بيدفعوا قروش بيجيهم وده المفلسين ما بتجيهم والمزارع ما عنده وده للمطر عشان تجي زراعة ذاته تجي ده وقال تدفع عشان كده يجيك خواجات كفار بيجيهم مطر لاب عرفوا بياض ولا يش ومطر ذاته بيتلج برا هناك بيتلجته جاهز تقرطع بس ما بيشي ده يقول لي أخ مطر يا أخي زي ناس بها زي ده دكتور بدرس طلبة شغلتهم شوين واحد كان مدير الجامعة عديل مدير جامعة تمدرماء الإسلامية اسمه بروفسير حسن الفاتح غريب الله عنده كتاب اسمه يستنبئونك قال قالوا لي سؤال هل الولي بعد يموت لو نادوه بمرق من القبر زول مات نادوه بمرق ده سؤال موجه للبروفيسير قال نعم يخرج من قبره ويقضي حوائج مريديه ثم يعود إلى قبره مرة أخرى قال بمرق من القبر الولي وكمان بمشي قضي حوائج الناس زولي نادفي كسلة واحد في البيض واحد في الجنينة واحد في الدمازين واحد في الجزيرة هل حقيقاته السيدة الخمسة ولا ستة ويقضي حوائج منه ذاته وده راكب شنه ذاته وبقضي كيف ذاته ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون حيدا ما برجعتان بالدنيا دي إلا يوم القيامة ولا شغل في زمن الأنبياء زمن شغل الأنبياء في القرآن ده ولا حاجة ثبتت بالنصوص نحن بنؤمن بها زمان في زمن موسى عليه السلام فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله أشان ما تقول هنا كذلك يحيي الله الموت شنو ده يا أخي أنا قررت في كتاب ده ذاته بتاع الطبقات ده قال ترجمة حسن واتحسونة عليك الله قررت ترجمة حسن واتحسونة في الطبقات وقرأ في أزاهر الرياض قال في كرامة حسن واتحسونة بحي الموت الفصل الثاني من ترجمته قال جابوا لي دجاجة جدادة وضبحوها ونتفوا صوفة وضلعوا الحاجات الفي بطنة وادواش فلفلو حاجات قولوا ادوها ونجدوها جدادة جابوا على الشيخ فذاق منها فلم تعجبه فضربها فقامت فركضت قال ضاقة كذي ما عجبته جدادة قال مسيخة هابشا كذي قامت كابتن ماجد ورررر جرت لمت في ريشة وين ما بعرف الراس جابته كيف في رسالة ما بعرف در السلولات شعر بالشير ما بعرف جاسفته كيف ما بعرف دعا قائده قال في واحد يسمى بغارة برضو احياه في دول ميد بتحييو الله قال في القرآن وحرام ممنوع وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون عقائد منتشر الناس فالتصوف ده جماعة نشر الحجبات ما في دعاة للشرك إلا الناس دين في الغالب في البلد دي لأنه شي عقلال في البلد دي ما يكادي وجد لا قاك إتا زول عادي ساي بيسوي حجبات ولا إلا يقولوا فكيه إلا يقولوا فكيه لا قاك زول عادي ساي ما منتمي لطريقة بيدو قنوبة وبيلفك راه واحد لا قاك ما ف زول ميت يا أخي بيسوي له قبة عزابة ما لاقين يتزوجوا قاعدين يبكوا بالليل رحلة غيوم تحمل رسائلي للوطن تسعل عليك وهادي بيك وإيك ما لا أمين ذاته فيه عدة النجوم وما قادر أقوم وظلوا يصل درجة بعد النجوم ما بيحسبة ذاته ما لاقين فرصة يتزوجوا قاعدين يبكوا بالليل الشباب انت ما جايب آلامهم بحزانهم ما قريب عارف الحاصل قاعد صاحبهم الناس زيل وتونس معاهم انت ما عارف وضيعون الناس زيل قل بيقول لك دار انتحر بقول لا أصبر شوية بلق لك واحد قل بيقول لك وقل بيقول لك والله اللي قيت روحي ماشي في الكبري ماشي براه ولا عصر على كده عشان مرات فيه قاتمين الناس زيل قاتم ذات دار يموتوا عديل قاعدين بكوا يا زول واحد كورك عديل في المكرافون فنان قالت قطعت جوا جوا حتة حتة قال عديل ما شفته يا ريس وقف المركب خلي الشباب يركب دار يغرقوا معاهم كل داما ذيل ما تعبوا الناس ما لاقين اتزوجوا غرفة ما لاقينها تقعد ياخدها بتبني لك ليه ميت غرفة سوي له باب وترباس وطبلة مطبول يعني وليه حي ذاته اللي يفتحوا ليه مطبولة القبة جوا وينادوا فيه ومطفون جوا زول حفروا ليه مطمورة ودى لحد كلام طويل أنا ماذا ري شتث الكلام فالناس جماعة توحد الله والله واليوم اللي بوحده الله دا سبحانه وتعالى دا درب العز والله في الدنيا والآخرة يا خل الجين ديل خلي البشر البشر ديل ترى الله الله ما ورهون هذا بلاغ للناس القرآن دا ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الجن لما سمعوا القرآن لخصوا الكلام كلام باوضوع هن لخصوه فهموا القرآن دا المراد منه شنو قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا الجن عالم عجيب وقالوا القرآن دا عجيب معناه لما العجيب يقول دا عجيب معناه دا زاته دا كلام ما بزير إنا سمعنا قرآنا عجبا لما سمعوا القرآن الجن فيهم منه شنو يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك دا الجن فيهم القرآن كذلك ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا الجد قال الحسن البصري أي المكان والغنى تعالى جد ربنا مكانة الله عالية وغنىه كبير ما اتخذ صاحبة ولا ولد ما محتاج زوجة ولا محتاج ولد لأنه عظيم هسي سوليه هنا دي وكلة في الأرض والله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكيلة الله ما عنده وكلة في الأرض ديتا مش ليه طوالي داك بتاع الكوكوكولة عنده وكيلة الكوكوكولة بيجيك بي عربية ولا بي دفار أحمر داك وكيل البسكويد بيقول لك أنا تابع لي معاوية البرير دا بيجاي بتاع الدقيق بيقول لك أنا تابع لي داك داود مين داود داك بيجاي بيقول لك أنا وكيل المكرونة ودا بيقول لك أنا وكيل كذا ودا بيقول لك دا وكيل رسمي للغاز غازات وأمان وبرزي والنيل إذا الله يوفق البلاد والعباد وينزل الرحمات والأرزاق عرفت كلامي أقوكلا لأنه داك براو ما يقدر يشتغله مدير بيكون قاعد في بيته داكوكلا شغال له الله قال لك أنا ما عندي وكيل تا مش لي طوالي هل لا تتخذ من دوني وكيلة الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل براو دا سواله وكيل كباشي دا وكيل الجنة كباشي كما أدى ولد في كل بلد مكاشفي قال سموه مكاشفي لأنه بيكشف الفي القلوب والله قال بيشوف الفي القلوب وبيعلم الغيب وكذي دا مكاشف بيجنب داك بيغادي أدو المطر بتاع ناهو الخنجر دي داك بيغادي بتاع الختمية قالنا الكون دا ذات الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا نار الخليل خبت من سر تفلتنا تفل قد ركبنا ما عارفا ونار موسى أضاءت من محاسيننا والطور دك وموسى خرم صعقا لما رأى النور إجلالا لهيبتنا دا بيجاي ماسك الكون فوقه تحت تعال قادرية قال لي لا تا مش ماسك فوقه تحت أنا بجيه لك الجنبات قال والله كتاب الفيضات الربانية قال ملكت بلاد الله شرقا ومغربا دا فوقه تحت ودا كذيه في النص ما دعبنا بالطريقة هذا ماسكه قدامه وراه وده ماسكه فوقه تحت هذا وفوقه ورأسه كله لغفوه وككلت البلد دا لست لغفوه مرة واحد دا مجيه بتاع القادرية قامش هناك ودبدر تع سراج السالكين كتاب تع ودبدر 714 قال الأولياء الكمل في العالم تمانية أنا قربت أختم قال تمانية ودار أقدم لكم يعني هدية يعني في نهاية الكلمة دي أقدم لكم زول كده هدية إن شاء الله بس اديكم عشر دقائق روح ساء وختم أما أنا كذي زول عجيب مر نحسب ماذا نشكره المهم خليه العمدة يعني فذا قال لك الأولياء الكمل في العالم تمانية العالم قال فيه تمانية أولياء بس قال أربعة في اليمن وأربعة في السودان وأربعة في السودان يا مكة ما فيه ولا ولي جنب الحرم إن أولياء إلا المتقون ما فيه ولا واحد القرآن قال إن أولياء إلا المتقون الله قال المدينة ما فيه ولا ولي وقال الأولياء في العالم تمانية أربعة في اليمن وأربعة في السودان قال فأمسك عن الذين في اليمن دي صفحة 114 كتاب اسمه سيراج السالكين قال أهل بتاعنا السودان بتاعنا اليمن خلاون أمسق عنهم جال يبتاعنا السودانين هنا قال دي الكمل مرة واحد قال بتاع السودان واحد قال آه كويس ما بعد تيغوز منوك نازل صناطي دي بيقعدو النازل قاعدين جواه عديل إن شاء الله هاي بعدين شفتا كيف عجل مزمن دا بتكلم بسيطة دا بيقعد بتاع مجمع النور الله يعني هاي وغير مجمع النور يعني هاي فعيبتا كلامي شاغلونا ما عليش عجمع شفتا كيف فانا أرجع له موضوع هيدا بيتحمل شفتا كيف قال لك في أربعة ديل في السودان هنا قال واحد تفعل المصوبا مصوبا الحضارات دا قال من كراماته جر الشمس مع الملائكة أربعين سنة دا شغال بجر في الشمس في حبيل ذاته ويمسك الشمس وذاته مسخنة وقال جرام على الملائكة وما بجره على الملائكة ذاته الشمس والشمس تجري لمستقر لا تجري الله جرام خلا تجريه ترك تجري إلى آخره بتقديره قال لمر اثنين أنا جبته لك قال إدريس الفركة أكرمه الله بلباس بفركة من لباس الجنة دا من الجنة لا جاب لنا تفاح لا منغة لا جاب لنا فركة هل يقى الله الصوفية دا فيهم خير ذو على الجنة بتجيب فيها فركة تجيب منها فركة ما جوثت الجنة ولا سوقليبيتها جنة جاب منها فركة يا أمة الإسلام جنة تلاتة قال من الأولياء دا الكمة الليل بتاعينه قال الشيخ أحمد طيب البشير وده الشاهد يعلم الكلام الليل بغين دا الشاهد قال دا من كرامات الله ملك الكون والله مكتوب الله ملك الكون تلاتة وثلاثين سنة فمعنى ثلاثا وثلاثين سنة فمعنى قص منه جناح بعوضة قال الله ملك الكون ترى كل بيملك الكون تلاتة وثلاثين سنة جناح بعوضة ما نقص تلاتة وثلاثين سنة لا في ضحية ضبحوها خروف مات ولا في اسماية ولا في زول مشى حجة ضبح هدي هناك كان متمتع ولا قارن ولا كي ولا في حادث ولا في جندب ماتت لا قد جندب عمره 33 سنة لا في نملة ماتت لا في عمك كبير عمره 100 سنة مات 33 سنة فما نقص منه جناح بعضه هاتوا الناس ليل بيجيبوا شغلة وبعدها انفيداك حسنوا تحسونوا ده بيحي الموتة كضب زي همات ليه رقبتهم الكلام طويل جدا والشباب عندهم وقفات اكتر من كذلك شاب والبخاف من الله زي ما في صحيح البخاري ومسلم ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله الشباب بحافظوا على اوكات وشباب بينشروا الدين ويعتزوا بالاسلام وانا والله متكيف الايام دي قدر من الناس يعني بشوف بعض الاعراض وكذا وكذا واشوف كتير من الشباب في الشوارع بلاقونا يسلموا علينا بنامشي وين دكاكين يلاقونا كذي واتكيفين يقول لك نحنا معاكونا مولانا والله توحيد يقول لك فل ما دعاينو للفلفلة دي والله يقول لك ما تشوفوا فلفلتنا دي المكانة معاكم لكن البوضي دا سمكر بسيطة بنجيكون ان شاء الله يقول لك كذي ولك والله نحنا بس توحيد تاني الله واحد ولهذا كان موضوع طويل نسأل الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى